السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا عدد الحالات الجديدة المسجلة اللي يزال مرتفعا في ألمانيا 7595 حالة خلال 24 ساعة الماضية الشيء الملفت للنظر أنه تقريبا تلت المناطق في ألمانيا يعني نسبة السلس تقريبا أصبحت مناطق غيزيكو جبيت في ألمانيا بمقاطعة نورتغينفستفالن تحديدا نسبة السلسين يعني تقريبا 66% الآن هي منطقة غيزيكو جبيت منطقة خطار يعني عدد الحالات فيها فوق الخمسين لكل مئة ألف مواطن الموضوع الثاني هو موضوع مهم جدا متعلق برسوم التأمين الصحي موضوع مهم تحدث عنه رئيس وزراء مقاطعة نيدا زاكسن شتيفان فيل عن حزب الاس بي دي السياسي الشهير والمرموق أيضا شتيفان فيل عب يتحدث أنه من المتوقع العام القادم يصير في ارتفاع كبير في رسوم التأمين الصحي لشركات التأمين الصحي المدفعة تحديدا التسوزات سبايتخاك هذا اللي بيختلف من كرانكنكاسي لكرانكنكاسي طبعا نحن بنعرف عنه الكرانكنفازيشاون سبايتخاك الفلاجفازيشاون سبايتخاك والتسوزات سبايتخاك هذا اللي بيختلف من شركة إلى شركة ليش هذا الشيء متوقع الآن عبيتحدث بشكل واضح وصريح بيقول بسبب زيادة تكاليف شركات التأمين الصحي بسبب قيام بالتست الاختبارات اللي بيتم إجراءة الآن بمئات الآلاف بشكل أسبوعي في ألمانيا عبتكلف طبعا شركات التأمين الصحي مبالغ طائلة وهذا الشيء طالما صلو مستمر لفترة ومن المتوقع أنه يستمر لسه حتى نهاية هذا العام علما أنه نحن بنعرف أنه في السنوات الماضية شركات التأمين الصحي كان عندها أوباشوس يعني كونت غزيفن يعني صار عندها أيضا مدخرات قيمة 8 مليار يورو في ألمانيا يعني كانوا عبي ياخدوا أكتر ما عبي ينفقوا وبالتالي كانوا عبي يتركوا هالمبالغ للسنوات القادمة إذا صار شيء يعني مثلا وفعلا صار هذا الشيء الآن من المتوقع وعبي يقول أنه إذا تم استخدام الآن هال 8 مليار فمن المتوقع أنه العام القادم نشهد ارتفاع كبير في رسوم شركات التأمين الصحي الحكومة الألمانية قالت أنه لا ما في داعي تخوف شفنا قبل فترة وقالت أنه نحن رح ندعم مشان هذا الشيء مثلا مثل الناس كتير طردت قالوا أنه الناس العائدين من الدول اللي عملوا فيها السياحة اللي هي منطقة غيزيكو جبيت شخص بكل إيرادتها بيروح منطقة منصنفة من قبل الدولة لغيزيكو جبيت وبيرجعوا بيعمل فحص كمان على حسابنا نحن على حساب دافعي يعني رسوم التأمين الصحي فالدولة قالت لا نحن رح نعود هذا الشيء بأنه نحن نساهم الحكومة المركزية بيدفع مبالغ لشركات التأمين الصحي لتعويض يعني التكاليف اللي رح تتكلفها لأنه عملية الحساب بتطمع عن طريق شركات التأمين الصحي انت ما رح تتحول الفاتورة للحكومة المركزية لذلك الآن من المتوقع أنه العام القادم نشهد ارتفاع كبير في رسوم التأمين الصحي الرئيس الألماني السيد فخانك فالتاشتاين مايا كمان قام بإجراء الاختبار الثاني وكمان طلع سلبي وبالتالي يعني أموره في تحسن ولكن القزونت حيتسام تفرض عليه انه ما يغادر الحجر الصحي لتسعة وعشرين أكتوبا تسعة وعشرين نهاية هذا الشهر وبالتالي يعني إذا الاختبار الثالث كمان كان سلبي رح يطلع بعده من الحجر الصحي وطبعا هو كان دخل الحجر الصحي من باب الاحتياط لأنه أحد الحراس الشخصيين لقاله ثبت يصابته بهذا الوباء وهو على تماس معه طبعا بشكل دائم لذلك تم الآن دخوله للحجر الصحي وإجراء الاختبارات لقاله الآن نائب رئيس الكتلة النيابية كاستن لينمان للأنيون يعني حزب الـ CDU و CSU هنو كتلة النيابية عب يتحدث انه موضوع اللوكداون على مستوى الدولة اللوكداون الكامل مثل ما رأينا في المرحلة الأولى لازم يكون بيد البرلمان الألماني إنه ليش هالقرارات عب تكون بيد الحكومة الألمانية وليس بيد البرلمان البرلمان الألماني هو البرلمان المنتخب من قبل الشعب بشكل مباشر وهو الرقيب أيضا على السلطة التنفيذية وبالتالي البرلمان المفروض هو يكون بيده الآن التصويت على موضوع يعني اللوكداون شامل على مستوى ألمانيا عب يطالب بأنه هذا القرار يكون بيد البرلمان الألماني البندستاك وليس بيد الحكومة الألمانية الBundesregierung. الان في عنا اللوكداون صغير في بيهشتس جادنا في مقاطعة باين. طبعا قرار اللوكداون هذا اتخذته يعني حكومة المقاطعة بقيادة نعرف مهاكوس زودا رئيس وزراء مقاطعة باين لذلك الان يعني هذا اللوكداون تم اتخاذ قراره من قبل الحكومة المقاطعة. فلو شهدنا يعني من المتوقع انه اذا صار في اللوكداون كمان في مناطق اخرى في الماني انه يكون اللوكداون محلي. اللوكداون يعني على مستوى منطقة. والقرار الان عم يكون بيد عم نشوف يعني مثل هذا القرار بيد الحكومة المقاطعة. والان منتقل لنتائج الاجتماع الكونفيرنس بين المستشارة الالمانية. وبين ممثلين عن البلديات والمحافظين يعني البلديات هدولة اعلنوا العديد منن رؤساء البلديات وايضا المحافظين عن رغبتهم في استقبال مزيد من اللاجئين من اليونان خاصة بعد احتراق مخيم موريا. ما اعرف حكومة المركزية الالمانية اخذت قرار بعد شد وراخي باستقبال الف وخمسمائة شخص. وايضا بالاضافة الى يعني العديد من القاصرين ايضا. وعم نشوف الطائرات عب تجي الوحدة تلوة الاخرى خاصة الى مطار هنوفا. وعبتم توزيهم بعدين على باقي المانيا. ولكن الحكومة الالمانية رفضت اه طلب الكومونن الان باستقبال المزيد من اللاجئين. وانه هذا القرار ما بصير يكون قرار بيد محافظين او رؤساء بلديات او مقاطعات. هذا القرار حكما هو قرار مركزي من الحكومة الالمانية. وبالتالي تم رفض طلب يعني الان رؤساء البلديات والمحافظين. والان منتقل ايضا الى الاجتماع المهم اللي صار بين المساشراء الالمانية انجيلا ماكل وبين ممثلي اتحادات مجالس الاندماج يعني الفابندة تبع الانتغراتيون سغيت. وبالتالي الاشياء المهمة اللي تم نقاشا في هذا الاجتماع او الشي اللي تم يعني وضعه كنقطة مهمة في هالاجتماع هو اخبار المهاجرين بشكل افضل عن موضوع قواعد الوباء هذا المعمول فيها بايمان الشي اللي نحن بنعمله يوميا يعني ومنخبركم كل الاشياء والقوانين والقواعد والتعليمات والاجراءات اللي بتصير انه عندهم رغبة باخبار اللاجئين او المهاجرين يعني بشكل افضل عن هالقوانين انا بقل لنصح النوم. هذا الشيء مش طولة صلنا نحن اشهر. وبالتالي اه من الاشياء اللي تم الاتفاق عليها مسلا انه يتم ترجمة قرارات او اجراءات الحكومة المركزية الى لغات اخرى. ومن الاشياء اللي طبقوها في الفترة الاخيرة مثلا الكلمة الاخيرة المساشرة تم ايضا ترجمة للغة العربية واللغة التركية. وتم الحديث عن بعض النقاط لخطة الاندماج المؤلفة من خمس نقاط. النقاط الخمسة هي يعني قبل الهجرة يعني التكاتف يعني التعاضد والتكافل المشترك. طبعا النقاط اللي تم الاستعراض الان في هذا الاجتماع هي النقطين الثانية والثالثة يعني الادماج الاول والأينجلي داغون يعني كمان الهون انه يصير يعني اعضاء او الدمج يعني ايضا في المجتمع هاي الاشياء اللي تم استعراضها ايضا في هذا الاجتماع الاشياء المهمة اللي تم الحديث عننا يعني وكان طبعا حاضر الكونفغينس كمان وزير الصحة الالماني ينشبان الواضح انه كان يعني من احد الاهم الاشياء اللي تم الحديث عننا هو موضوع كيفية ايصال الاجراءات المعمول فيها بسبب هذا الوباء الى المهاجرين هيكا نتهم الانباء في المانيا لهذا الصباح اتمنى اكون نفتكم من خلال المعلومات دمتم جميعا بخير وصحة وسعادة ولا تنسوا نحن عايشين لساعتنا في الوباء انه نتم نطبع الاجراءات المعمول فيها لبينما تعدي هالموجة على خير تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته